من بغداد إلى ميسان قصة جديدة تكتب بدماء شهداء العراق يرد عليها رئيس الوزراء بزيارة عجلة تحت عنوانين رئيسيين وهدفين لابد لهما من التحقيق فالأول المتمثل بحماية المؤسسة القضائية وهي رسالة المستمرة بين رجلين رسمها طريق الإصرار على حماية العدالة ومحاسبة الخارج على القانون إذ أن التعاون بين الكاظم ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان تعاون مطلق وميسان هي الشاهدة على تفاصيل جريمة طعنت خاصرة القضاء وانتهكت سيادة القانون وإيقظت الأجهزة الأمنية في المحافظة على اجتثاث النزاعات العشائرية ومحاسبة المعتدين على سيادة القضاء والقانون زيارة الكاظم التي وقفت على تفاصيل المعادلة الأمنية لم تتوقف عند حد الزيارة في حسب بل تعهد من خلالها رجل الحكومة على الإشراف الشخصي في ميسان وتغيير الواقع الذي عيشه أبناؤها أما الهدف الثاني فيتمثل بتقديم العزاء لأسرة الشهيد القاضي أحمد فيصل الساعدي والتعاهد بتقديم الحماية الأمنية لها وكل ما يسهل عمل القضاء المستقل ويسهم في فرض كلمة القانون وتقديم المجرمين إلى العداءة زيارة تصب في ترسيخ العلاقة الدائمة بين السلطة والشعب سيمة المكتوين منهم بجراح الإرهاب والسلاح المنفلت والوصول إلى أمن واستقرار وفرض لهيبة الدولة والقانون ترجمة نانسي قنقر